السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وافكار حديثة موضوع النهاردة ردا عن انواع السرنجات ردا على فيديو الزغاطة اللي عملناه باستخدام السرنجة دي اهو السرنجة دي بتاعة سرنجة اسطرة لان لما عملنا فيديو الزغاطة فيه تعليقات كتير بين مؤيد ومعارض تعالوا نشوف مع بعض اولا المعارض معارض ليه والمؤيد مؤيد ليه اهو المعارض لموضوع السرنجة الزغاطة ربما انه هو لم يجد السرنجة المناسبة اللي زي دي وهو لحضراتكم نوع تاني كمان اه في بعض الردود اللي في التعليقات انتقادات مثلا في حد بيعترض على القلبة القلبة الصفيح اللي بنستخدمها يقولي زي يعني انت بتستخدم قلبة صفيح ازاي يعني بتستخدم قلبة صفيح هو بيعترض ان هي ربما تكون غير صحية اهو حضراتكم دي قلبة نوع من انواع المربات مش مهم نقول هي نوعها ايه لكن اهو حضراتكم مربة فراولة من النوعها ممتاز ان دايما بجيبها اهو حضراتكم شوفوا قلب العلبة مش عارف هو بيعترض على ايه مفيش فاقة صدى وده علبة فاضية ماركونة من زمان اهو مفيش فاقة اي صدى از كان اه وزارة الصحة مصرحة بيها للانسان يكل فيها يبقى يعني اه الحمام يعني هتعمل في الحمام ايه اهو حضراتكم خلاص انتهينا من موضوع العلبة تمام اهو حضرتك العلبة بتحط فيها المربة مباشرة من غير كيس ولا حاجة يعني اه لو مش امنة للانسان ما كانش يتحط فيها تمام يبقى بالباب اولى ان احنا بندي منها للحمام وهي امنة تماما ما تخافش وفي بعض التعليقات بيقول يا عم بالراحة شوية على الزغليل انت هتفرقع حصلتهم لا ما تخافش اهنا عملناها كتير وما بتفرقعش حصلتهم ولا حاجة وهنشوف مع بعض ازاي برضو ان هي مش بتعمل حاجة احنا بنساعد الزغليل مش اكتر مش بنموته احنا بنساعده وده للضرورة بنلجأ ليه في حالة الضرورة فقط لما يكون الضكر او النتاعة فقدهم او فيهم مرض او اي اه لأي سبب او فيه فرد ضعيف وفرد كبير بنعمل كده او في حالة ضعف اه التزغيط يعني الاهالي فيه اللي بزغط كويس في حالة الضعف ده لسبب مرضهم او اي شيء لكن مش بالقصد ان احنا هنعزبهم ونشوف مع بعض الطريقة اه علشان ما تملوش معانا انا مجهز شوية علف اهم اهم مخمرهم بعلبة تانية مخمرهم من حوالي ربع ساعة او عشرين دقيقة اهو حضرتك المية لسا مقلبتها مش المية فوقهم اهو والعلف تحتهم اهو وهنقول برضو نوع العلف لكن نجرب لحضراتكو الاول اهو نقلب نقلبهم تماما اهو احنا بنحط مكيال على اتنين مكيال مية هنورى حضراتكو المكيال اهو مثلا لو حطت زي ده لو حطت مكيال زي ده كوباية زي دي حطت اتنين مية عليها ده من العلف النعم زي ما حضرتكو شايفين اقل حاجة بتستخدم للفراخ الفراخ البيضاء او السمان اه انا عارف ان هو علف تسمين لكن احنا بنستخدمه للضرورة بس لو في حالة ان احنا هنرب الحمام لكن لو هاتباحه زغط منه مفيش مشكلة زغط منه هيسمن لك الزغيل ويخليها كويس اهو هنقلب هنقلب تمام اللي كويس جدا وبعد كده نسح هي بقت يعني خافة جدا عشان تتصحب اهو تتصحبت اهو بتتصحب سهلة انا مش هكتر علشان بس ده هم اهلهم بيزغطوهم بس علشان اوارل حضرتك ازاي اهو مفيش فيها مش بنموتهم ولا نقتلهم ولا نفرق حسبتهم اهو مفيش فيها اي حاجة اهو بالراحة يا سيدي اللي عايز بالراحة عملنا له بالراحة اهو مفيش مشكلة اعمل بالراحة المهم ان احنا بنقول لك على الطريقة تكون سهلة عليك عشان تقدر تساعد الزغليل وما تملش من موضوع التزغيط اللي بيكون صعب اهنا بندور على فكرة سهلة علشان ساعد بها الزغلول اهو سحبت الفرد تاني اهو اهو بالراحة بلاش المرة الواحدة اللي بتزعمز على الناس دي اهو اعمل بالراحة اعمل مرة وعلى فكرة لو مرة واحدة مش هتقزي الزغلول لان هو الزغلول اه احنا ما بنخشش على بنخش على حصلته على طول السن الطويل ده اهو السن الطويل ده بيعدي من الزور زيه زي الخرطوم اللي هم بيعملو فيها ما بيركب هنا ممكن حتة خرطوم كده تخرج والطول لجوه لا هي دي بتعدي من نفسها اهو وقت ما عدنا زور الزغلول خلاص ما تخافش اهو اهو اتزغط بقى تمام اهو والزغلول اخوها عاوز اهو نديله شوية هو كمان اهو جيب له شوية اهو اما دول زغيرين يعني لو قلنا خمس ستة ايام مش اكتر لكن احنا كنت بيقول لكم من عمر اسبوع لكن ينفع اهو ينفع برضو من خمس ايام او ست ايام اهو اهو بالراحة خالص اهو مش ومشاء الله اهو اهو تمالت اهي مش لازم الدفع الواحدة اللي مزعالة الناس تمام واحد بيقول صوت السرنجة بيدحك واحد في التعليقات بيقول ان صوت السرنجة بيدحك بس بصراحة انا استفدت من اللي بتقوله ربنا اه انا بقوله ربنا يضحكك سلام ربنا هو بيدحك ربنا يضحكه يا سيدي طيب نشوف مع بعض بقى بعض السرنجات اللي هي البشري يا سيداليا بشري طبعا اهو اهو دول دي اللي انا مستخدمها دلوقتي اهو حضرتك لو عايز تاخد لها لقطة شاشة اهو عشان تجيب زيها اهي وقف على حضرتك توقف الصورة وتاخد لقطة شاشة لو عايز تستخدمها دي اللي هي السرنجة الستين سنتي سرنجة اسطرة دي واحد او هي خمسين سنتي مش مشكلة هي خمسين او ستين هي اللي تلاقيها هي دي مكتوب عليها خمسين لكن هي في الحقيقة ستين اهو هنفتحها مع بعض نشوف اهو الخمسين والستين اهي هي لانها كده ستين لكن هي بتقال عليها برضو خمسين وتقال عليها ستين مش مشكلة منها المهم حضرتك شفت النوع بتاعها هنفتحها برضو نشوف مع بعض وده نوع تاني ده نوع تاني برضو ده ينفع برضو نفس الحكاية اللي مايليقش النادة يبقى النادة اهو باين عذراتكم اهو اللي مايليقش النادة يجيب النادة لكن مايجيبش اللي مها سن حقنة السن اللي بيياطي برضي زي سن الحقنة ده مايجيبش اللي بالسن زي كده. ما يجيبش بسن زي دي. اسمها سرنجة اسطرة. سرنجة اسطرة. اللي بتستخدم في تسليك الاسطرة. ما يجيبش اي سرنجة وخلاصة. نفتح ونشوف مع بعض. نفتح اللي انا ما اعطي بيها دلوقتي اهو. دي. دي الورقة كده. اهي. طلعها. شوف حضرتك عليها غطى. مع معاش سن اهو. معها ايه? غطى. شوف واسعة ازاي? السن بتاعها. وده طويل حوالي الطول بتاعها. الزور ده حوالي اربعة سنتي مش اقل من كده اهو. وعليها غطى بس ما فيش اكتر من كده ده عليها غطى. ما فيش معها سن. ما بيبقاش معها سن. اللي هي سرنجة اسطرة. الواحدة. حطها تاني اللي انا عنده واحدة مفتوحة عينها. نفتحها بس عشان اوري لحضراتكم. التانية. النوقة التاني. النوقة التاني اللي قلت لحضراتكم عليه. اهو. افتحها برضو. اللي ما قلت لحضراتكم اللي مش عارف. مش لاحق يقراها يوقف في الصورة. وياخد لقطة شاشة. ويا رهب راح. اهو. تحتها. طلعها. اهو. دي ما معاش الغطى. وانا في النوع التاني افضل. دي ما معاش غطى. اهو سنة بس. زي انها طويلة اهو برضو. هي ربما اطول من التانية. هنشوف اللي احنا اعطانا بها. اهو. تقريبا هو زيه. اهو. اللي طالع منها ده او اطول حاجة بسيطة ملالي يعني مش هتفرق. ده النوع التاني اهو. اللي عايز النوع ده يجيبه اللي لقي النوع ده الموجود. اهو حضرتك. ده او ده. دي ما معلاش غطى الفرق بين الاتنين اني ما معلاش غطى لكن دي تنفع وده تنفع. تمام? هادي النوعين. زي ما قلت لحضرتك دي ما تشتريهاش مش هتلاقيها غير في صيدلية اه السادالة البشري او بعض الصيدلات البطرة ممكن يجيبها ما عارفش او لأ. لكن لو حد قال له دي بتستخدم في الزراطة هيجيبها لكن هي دي صيدلية بشري واسمها اه سرنجة اسطرة مش فيش فيها سن ومفيش معها حقنة. طيب في حد قال لي ان علف التسمين ما ينفعش اه ما ينفعش غير لزغليل الدبيح. اقول له فعلا ايوة لو انت هتزغط فترة طويلة لكن احنا بنساعد بس الزغليل. ولما نكون عايزين ندبح نزغط فترة طويلة ما فيش مشكلة يعني. لكن احنا بنساعد اه الزغليل بس يوم او اتنين. وبعد كده نرجعهم لاهليهم تاني. اه لو عايز تشوف الفيديو اللي احنا عملناه الاسهار انتقادات وتعليقات كتير في بين مؤيد معارض اللي هو اسمه اه بعنوان ارخص واسهل زغليل الحمام باقل تكلفة. هو فيه الناس شافوه كتير حضراتكم وفيه الناس استفادوا منه جدا. اه جرب الموضوع الزغطة ده هيعجبك جدا. هنسيب الفيديو الرابط بتاعه حضراتكم في صندوق الوصف اللي هو تحت الفيديو. اه بنشكر حضراتكم اغطلنا عليكم. اه ولو عجب حضرتك الفيديو اعمل لايك. واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. اه ما تنساش تضغط على زر الجرس عشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة